من جديد مطار صنعاء الدولي الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي بالطبع هذا المطار في اليمن يعود إلى الواجهة مجددا هذا المنفذ الجوي الحيوي المهم الذي أرادت له المنظمة الدولية أن يكون نافذة على اليمن من أجل إيصال بعض المعدات العسكرية وحولته هذه الميليشيا إلى قاعدة عسكرية نتيجة هذا الاستغلال للمطار وغير ذلك من المرافق المدنية في صنعاء علمت الحدث بأن ميليشيات الحوثي أوقفت التصاريح لطائرات الأمم المتحدة من الهبوط أو الإقلاع من المطار ليس هذا فحسب بل أكثر من ذلك رفض الحوثيون هبوط رحلة جوية تابعة للأمم المتحدة في المطار بسبب الاستخدام العسكري له من جانب الميليشيات التي تقوم بإجراء تجاربها العسكرية على الطائرات أممية استولت عليها في هذا المطار نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتأكيدا مشاهدين على ذلك قدمت تحالف أدلة دامغة على استخدام الحوثين للمطار كقاعدة عسكرية تطلق منها الميليشيات بمساعدة خبراء في الحرس الثوري وعناصر حزب الله اللبناني المسيرات تجاه هدف مدنية داخل اليمن وخارج حدوده علاوة على تحويل المطار إلى ثقنة عسكرية تضم ورشا لتركيب وتفخيخ تخزين الصواريخ البلسية وكذلك الطائرات المسيرة نتابع مشاهدين كذلك من مطار سنحة نتابع مشاهدين كذلك من مطار سنحة مال نصل هذا؟ كب يرجع ويسير ويجاء الصوت؟ سوس يبدأ هدف 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 الأخير عندما هكذا شغله نلعي شوية نلعي شوية هايوا نلعي شوية هايوا اسمع الصوت المثبت هذه هي سياسة التي انتهجتها الميليشيا في صنعاء بدأت التخطيط لها مبكرا عندما أقدمت على تبديل الموظفين اليمنيين بآخرين حوثيين لتضع يدها على مؤسسات الدولة اليمنية فيما يعرف بمخطط الحوثنة كل هذا يجري مشاهدين في مطار صنعاء هذا المطار الدولي مطار صنعاء هي الخطوة الأهم للميليشيا للسيطرة على المنفذ الجوي الأهم حيث قامت بإبعاد الموظفين المناوئين لها في المطار وحوثنت المطار عبر تعيين موظفين بعد أن فصلت عشرات الموظفين في مختلف الوحدات الإدارية والأمنية وفرضت على موظفي المطار تدريب العشرات من الكوادر النسائية التابعة للميليشيا أو من يطلق عليهم الزينبيات ضمن حوثنة المطار الذي يقع على بعد خمسة عشر كيلو مترا من وسط صنعاء في الاتجاه الشمالي نتحدث كل هذا عن المطار إلى جانب الدور المدني يشكل المطار أهمية كبيرة فهو المقر الرئيس لمركز عمليات سلاح الجو اليمني حيث يضم المطار أيضا قاعدة الديلمي الجوية التابعة لسلاح الجو وبالتالي السيطرة عليه إذن مطار صنعاء الدولي الحديث كله عنه تسمح بتمرير السلاح ومقاتل حزب الله وخبراء الحرس الثوري الإيراني بينما تظل مدينة صنعاء المقتضة بالسكان منطقة عسكرية يتم فيها تخزين الأسلحة إلى جانب وجود المستشارين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني بالرغم من تحذيرات وزير الإعلام اليمني في تغريدته التي تظهر الآن وكتب في تغريدة على حسابه إن ميليشيا الحوثي تعتبر أن صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الإرهابية هي ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيون أو يدفع ثمنها المدنيون واتخاذ ذلك دروعا بشرية لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية إشباعا لنزواتهم التسلطية وقربانا لنظام الملالي في إيران ترجمة نانسي قنقر